أعمال دورة المجلس الوطني الثالثة والعشرين المنعقدة في مقر الرئاسة في مدينة رمالله حتى بدت ملامح الارتياح على أبناء شعبنا تظهر بعدما اعتبروها إحياء للقضية الفلسطينية خاصة في ظل أوضاع داخلية وخارجية تشكل خطرا على ثوابت قضيتنا إنعقاد المجلس الوطني الفلسطيني هو بحد ذاته كان تعزيز لصمود شعبنا الفلسطيني فالانعقاد كان له دور والانعقاد هو رسالة بمعنى أن الثوابت الفلسطينية سنحافظ عليها مهما كان الأمر ومهما كانت الضوطات نحن كنا في حالة ضياع في الشرعيات والتمثليات والممثليات وبالتالي هذا المجلس أنقض هذا المشروع الوطني كبير وهو من أهم المجلس الوطني التي عقدت حتى الآن مخرجاته هو أكد على كل القرارات السابقة شواء كان للمجالس الوطني أو للمجلس المركزي أو للمقرارات الدول العربية الإسلامية والعالمية فصائل العمل الوطني التي تعتبر جزءا فاعلا من مكونات منظمة التحرير رأت في هذا الانعقاد ضرورة ملحة لإعادة هيكلة مؤسسات العمل الوطني وتحديد الأولويات في المرحلة الراهنة بالنسبة أنها كجبهة التحرير العربية فيه أن رفيق في اللجنة التنفيذية مريض وكانوا برضو فيه شباب ورفاق وإخوان موجودين في المجلس الوطني فيه منهم توفى وفيه منهم مريض على أساس أنهم يستبدلوهم أو يجيبوا بديل عنهم كان لا يجوز إلا بنعقاد المجلس الوطني اثنين المرحلة العصيبة الحالية الدقيقة الخطيرة جدا والمؤامرات الاتحاك ضد القضية الفلسطينية لإنهاها هذا مما يجعل أنه ضرورة ملحة جدا جدا لانعقاد المجلس الوطني